وخلال جولته بمدينة سانت كاترين قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة لمتابعة تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة ضمن تطوير موقع التجل الأعظم وتفقد مدبولي إحدى البنايات بالحي السكني بالزيتونة حيث اطلع على تأثيث إحدى الوحدات الجاهزة مشيدا بمستوى التصميم الذي يتوافق مع البيئة المحيطة وكذا التشطيب وتهدف الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان فضلا عن الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة